أيضا قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى أورناك أمس الأربعاء أن تركيا حددت المرشح الذي سيكون أول رائد فضاء تركي وسيعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن اسمه قريبا كلام أورناك جاء في كلمتين ألقاها خلال افتتاح مركز تطوير التكنولوجيا بجامعة العلوم الطبية SPU في العاصمة التركية أنقرة وأضافة سيمثل مرشحنا علم تركيا بأفضل طريقة ممكنة على محطة الفضاء الدولية حظا سعيدا ونتمنى لك التوفيق وفي وقت سابق قال الرئيس وكالة الفضاء التركية TUA سيردار حسين يلدرم إن رائد الفضاء التركي سيبقى في الفضاء لمدة أسبوع على الأقل لإجراء تجارب وأبحاث علمية أثناء وجوده في الفضاء لذلك سيكون رائد الفضاء المرشح للذهاب عالما بحد ذاته الجدير بالذكر أن 36 ألف شخص قدموا طلباتهم ليكونوا مرشحين للسفر إلى محطة الفضاء الدولية والبقاء هناك لمدة أسبوع وإجراء التجارب والعودة في رحلة ستنطلق في العام الجاري ألفين وثلاثة وعشرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر